18 فبراير كما تعلمون هو يوم الشهيد النظام الجزائر من شدة الوطنية انتاعه بدل أن يخلي الجزائريين يحتفلوا في الجزائر يخرجوا مظاهرات شعبية في الجزائر الاحتفال بـ 18 فبراير بهذا يوم الشهيد وأغلبية الجزائريين اللي مشوا ابن شهيد حفيد شهيد اللي مشوا حفيد شهيد عمو شهيد وهي ماشي كل العائلات موجودة عندها الشهداء بدل أن يعمل هذا مجداروا راحوا تحركوا باش يديروا مظاهرة في باريس أو تم منحها تم منحها هذه المظاهرة بباريس أن كنتوا جزائريين أنا حرت في حاجة حرت في حاجة جزائريين هنا رغم عايشين في فرنسا بالجنسية الفرنسية عايشين بالمساعدات الاجتماعية أنتع في فرنسا يدوا في الأرسا ويدوا في لبيال أنتع السكنوا كل شي وساكنين في لاشالاب كلهم الخير فرنسا وقالوا خرجوا للإحتفال بيوم الشهيد ويسربوا فرنسا إذا كنتوا مرجال رحوا للجزائر إذا كان فرنسا هالي ما عجبتكم مش عالش النفاق هذا فرنسا سيئة فرنسا فيها وفيها هز الباقاج وقت عرقبت ولم خير فيهم وكان يمسكوها الفرنسيس في المظاهرة يقولوا رحلك للجزائر والله ينبطح ويلعق أحذية البوليسية اللي يحبسه عايش للهنا الوطنية ونحن جزائريين وجزائريين وما إلى ذلك من هذه الأمور ثم بعد ذلك يجي يتوهم ويهم الناس على أساس أن الجزائر خير من فرنسا المهم الغريبة رأهم تخيلوا يرفعوا في شعارات وحد التفهين يرفعوا في شعارات ضد من يتظهروا في يوم الشهيد يوم الشهيد من المفروض أنت تظهر في يوم الشهيد ترفع شعارات ضد اللي اقتل هذا الشهيد تطالب فرنسا بيسترجاع جماجم الشهداء هكذا لكن لكن رفعوا ضد خليني ما نظهر لكم صورهم لأنهم لا يستحقوا لكن أسمعوا فقط أسمعوا يا جزائريين مخابرات جزائرية تسقط المافيا المخزنية مخابرات جزائرية تسقط المافيا المخزنية تخيلوا وهالتفهين هذم اللي يرفعوا في الشعارات هذم عليش ما قلتوش حاجة ضد فرنسا عليش ما رحتوش احتفنتوا في الجزائر يعني النظام الجزائري يمنع الجزائريين من التظاهر في الجزائر احتفاءا بيوم الشهيد وضم بعد ذلك يجي يديرها في فرنسا ومنعتهم فرنسا والصحف يكتبوا على فرنسا كيفاش تمنع المظاهرات وفرنسا منعت مظاهرات بمناسبة يوم الشهيد وفي الجزائر ما منه ووع يا أولادي والله العظيم أنا صراحة أحيان رأسي أحيان فجر هذا نظام والله لو تروح تدرس منظومة الحكم لدى الدواب أكرمكم الله تلقاها أفضل كل شيء مرتب عندهم كدواب وحيوانات هذا نظام لا عنده ولا شيء انت جاي تحتفلي بيوم الشهيد تبقى تحب تدير مظاهرة في فرنسا فرنسا منعتها لأنها تعرف هلي فويو هذم أنا أقول هالكم دي فويو هذم أغلبيتهم لا أخلاق ولا ولا أي شيء ناس عايش هنا ما يخدم مواله عايش على المساعدات الاجتماعية فرنسا تصرف عليه تصرف له تعطيله في المساعدات لولاده وعايش للهنا والجزائر وعالم الجزائر روح أرجع للجزائر يخي فرنسا استعمار فرنسا قتلت الشهداء فرنسا احتلت الجزائر مية وثنين وثلاثين سنة هلاش ما ترجع شروح أرجع للجزائر هذه اللي تشوفها جنة وتشوفها مليحة والجزائر خير من المخزن وغير خير من المغرب وما إلى ذلك من هذه الهم يعني هذه المرة الثانية اللي يديروا مظاهرات في باريس بيش يسيبوا المغرب رغم أنه المغرب هو اللي دعم الجزائر في ثورتها ضد الاستعمار إذ مرم أحفاد حركة نعم مرم أخي أكثريتهم لأنه عمم طبعا أكثريتهم أحفاد حركة وإذا ما كانوش أحفاد حركة رهم هم حركة لعند هذا العسكر هذا نظام الفوس المخابرات عمركم شفتوا هذا روئي عاز جاه من الصفارة يعني أنت تفضح نفسك بأنك دولة استخباراتية ترفعوا شعارات زي هذا روهم المفروض هذا ممكن يدخل الجزائر لحكموهم تشبتش المخابرات في مظاهرة تشبتنيش المخابرات المخابرات ما تذكرهاش خلاص تحكيش عليها هذا جهاز راح يخدم في خدمته يعني وصلتوا أنهم يديروا في مظاهرة يمجدوا في المخابرات في باريس هيا سيدي وعليش ما خليتهمش السبب ماذا يا جماع السبب أنه هذا النظام أو حاجة كذب وخايف من الحركة لأنه في 22 فيفري ذكرى الخامسة للحركة الشعبي المغتال الذي تم الإجهاز عليه من طرف النظام ولعبت الظروف تعقرون أو غيرها وأيضا بسبب بعض السلوكيات وبعض التفكير الغبي من بعض الوجوه التي صدرت المشهد في ذلك الوقت عبثت بالجزائريين من أجل مصارحها فقط وما زالت تعبث وهذه الحقيقة حركات ترتبت هكذا لعبت دور قدر قدر في تدمير الحراك حتى ما حقق أي شيء من أهدافه بل أن الجزائر ما بعد الحراك أسوأ بكثير ما قبل الحراك بسبب عسكر لانقلبه ثم أيضا بسبب أدوات تدعي المعارضة وهي تخدم النظام تجي تحكيلي على يوم الشهيد رحمة الله عليهم وتقبلهم الله فعليين نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحد لكن لكن نظام هذا يحقر في الشهداء ألا تعلم يا تبون اللي حاب الآن تمجد في الثورة وتمجد في الشهداء أنه منذ قليل كنا نحكو على عادل الذي تعرض للتعذيب بسلخ الجلد في سجون جزائر المستقلة في سجن تابع للجيش الوطني الشعبي الذي يسمى جيش التحرير جده قتل تحت التعذيب من سجن فرنسا وش كل يقتلوا ما قتلتوش فرنسا في السجون كانوا اللي يعذبوا الجزائريين هل تعلموا يا جزائريين أن ميو 32 سنة بقع فرنسا في الجزائر بسبب الجزائريين لو كانوا الجزائريين كانت عندهم الروح الوطنية صح ما نعممش كان جزء كبير ما عنده حتى روح وطنية موالي فرنسا كانوا مواليين للعثمانيين وبعد زادوا والوا فرنسا حتى قعدت 132 سنة ويتباهوا بيها هذه من المفروض نخجل منها كجزائريين جيتوا استعمر 132 سنة وانت تحت تحت كما يقولوا أقدام والرونجرس طاعة العسكر طاعة فرنسا لو نخجلوا منها ما نفرحوش بيها اللي حولوا يقولوا اوه احنا 132 سنة وقتلت مننا فرنسا 5 ملايين وست 130 ألف كما يقول تاببون هذه قمة الإذلال وهذا الأرقام اللي يطلقوا فيها على الشهداء كذبين نتحدهم يخرجوا القائمة اذا تجاوزوا 450 ألف اذا ما زادوش من رؤوسهم وكذبوا لأن وزارة المجاهدين لم تتجاوز 450 ألف شهيد اللي معترف بيها والرح والخرين هل اشتكذبوا حولتنا هذه التجارة تار الثورة وتار الشهداء بش تكذبوا على الجزائريين وتحكوا هذه الحكايات التي ما أنزل الله بها من سلطان لحكى أنه نحن فقط اللي درنا فورة تاني فروض والله العظيم رهي عورة 132 سنة تحت الاستعماء وقبلها كنا تحت العثمانيين يحكم فينا العثمانيين وجيين والجزائر استمر 132 سنة واستقل من زلالها 132 سنة وما تستقل كيف يكون عبثاً بهذا والله ما تدعو للفخر وقتلوا منا 5 ملايين ولنا ذبان ضربونا بالفليتوكس منام الشعب وش يقتلوا فينا ويقول لك لا زوج ملايين ونص كبرك في الحرب معنى هالأخرين ما كانتش حروب كانوا يقتلوا فينا ونحن نتفرجوا كلها والله علامات فيها إساءة للشعب الجزائر الدول تفتخر عندما تقود ثورات وبخسائر أقل وتحقق استقلالها الدول تفتخر أنها احتلت مدة زمنية قصيرة وتم استقلالها لكن نحن مياه وثلاثين سنة ونفتخروا بها والسبب هذه الثقافة العبثية اللي دخلوها العسكر في أذهان الناس حتى ولينا العار هذا نشوفه فيه مفخرة المسخرة نشوفه فيها مفخرة وهذا هو للأسف الشديد ما يجب إذن جزائريين بدل أن يروحوا يحتفلوا بيوم الشهيد هم روى نهار للشهيد وبقية الأيام للحرك هذه يعني الشهداء اللي قدموا أنفسهم دفاعا عن الجزائر حتى استقلالها دير لهم نهار دير لهم نهار سميه يوم الشهيد وتابون يبعث فيها مرسلات ورح نتعرض لهذه المسخرة الأخرى اللي جات على لسان هذا التفون الذي ابتلان الله به كجزائريين والله ابتلان الله كجزائريين ويبدو أن الجزائريين ما داروش الخير مع رب العالمين حتى ابتلاهم بواحد مثل تابون وشنقرح بعد ما كان يحكموهم رؤساء وناس عندهم شوي وعندنا طبقة سياسية من مهري ايت حمد وغيرهم ومجاهدين مثل عميروش ولطفي هذه البلاد شوفوا وش كانت عندها رجال ومهري وغيرهم كانوا عندهم هذو من الرجال أصبحوا وشكون أصبحوا تابون وبنجرينا وشنقريحة لا إله إلا الله والله يا جزائريين لو فيكم رائحة الكرامة لا تخجلون أصلا من هذا الانتماء إلى بلاد يحكمها هؤلاء أم أتفى خلق الله في الدولة الجزائرية أنذى الناس في العسكر هم اللي يحكموا الآن وأنذى الناس في السياسة هم اللي يتصدروا في المشهد الآن وأنذى الناس في الإعلام هم الذين يستضفون في وسائل الإعلام وأنذى الناس في مجالات كلها تعلن الحكومية والوزرية رهما تقلدين مناصب وزرية كوزراء وغيره هذه الحقيقة اللي لازم تفهموها لأنه لو كنت دولة دولة انت كيفاش تحتفل بيوم الشهيد بأنك حاب تدير مظاهرة في باريس باش تسب المغرب وفيها شهداء مغاربة وعودوا للروبرتاج الأخير رحت ثم ورقيت حتى الرصاص الرصاص نتاع المجاهدين لتلك الفطرة موجود ما زالوا لا ما هيش هكذا ما هيش هكذا تصير البلاد والله يراكم تدوا فيها الهاوية صدقون الشيء هذا النحير في الناس أي أغلبيتهم فيهم اللي نعرفهم والله ما يخدم نهار عايش بلا رسال ويديك لا ربيل يراه ما يخدمش وكذا 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 ويخرجوا العالم وفلسطين وكذا وكذا وكونوا يقولوا لهم نحولك الإقامة تروح لي والله ينبطح ينبطح وما يرجعش نتحداهم يرجعوا أولادهم راهم فيهم اللي عايشين هنا في فرنسا والله يداولهم في أولادهم وعايشين يداولهم في إنساهم وداولوا فيهم هما بسيامي دايلهما سيامي ويعطوهم في المساعدات كلها ويروحوا للجزائر يسبوا فرنسا خجلوا على أنفسكم والله بكل هذا تؤكد بأن القذارة موجودة عندنا نحن والله ما هي عند الشعوب الأخرى القذارة اللي موجودة بيننا الجزائريين وراهي بلغت مداها الآن تحتاج إلى العلاج تحتاج إلى التطهير بمطهرات مش بهذه الشعارات التي لا تسمنوا ولا تغني من جوه شهداء اللي يستشهدوا ربي يتقبلهم كي يعيش الجزائر الكريم مش مطارد مش في السجون لو يدرك الأجداد أن أحفادهم سيعذبون في سجون الجزائر مستقلة لفضل تبقى فرنسا على أن تستقل ويحكمونا اللي ما يصلحوش يكونوا أحذية فرنسا تعافهم فرنسا أنها تستعملهم أحذية وهذه هي الحقيقة للأسف الشديد علش تجرون بالشهداء يعني نحن الجزائر 60 سنة أكثر من 60 سنة استقلال ما عندنا حتى حاجة يوميا شهداء ويوميا الثورة ويوميا كان هذه هل نحن الشعب الوحيد الذي قاتل روحوا شوفوا اليابان ضربوهم حتى بقنبلة ذرية في هيروشيما شوفوا اليابان كوكب لأنها تملك الإنسان فكرت في التطور مش تعيش على الماضي شوفوا الفيطنان شوفوا الدول اللي عاشت كمستعمرات بالأمس كيف أصبحت نحن نازلنا نحن عندنا الشهداء نحن عندنا زوج حواج استقلنا في 62 غلبنا للمان في 82 انقذنا الجمهورية في 92 هذو هم مثلات حواجين اللي ينتبهوا به يفتخروا به وهما أسوأ ما عندنا لأنه في 62 كان استفتاء تقرير مصير تحت الوصاية الفرنسية وفي 82 هذه كارجال خاضت معركة كوراوية وانتهت في 92 أسوأ قرار هو الانقلاب لدخل البلد في حرب أهلية وما زالوا يفتخروا بها شيء الدولة الوحيدة الشعب الوحيد ليه يفتخروا بالدم النصر يتفتخر بالصناعة بالتكنولوجيا بأشياء مثل هذه نحن الوحيد اللي يفتخروا بالموت شو هدي انت كي يعطيتوا كلمة شهيد خلاص انساه راهم أحياء عند ربهم يرزقون راهم في مكانة في عليين عند رب العالمين هلاش تبقى التاجر بيهم ها نفتخروا بال 92 حرب أهلية ربع مليون جزائر يمات والتعذيب وكذا وكذا شفت العسكر يحكم دولة ويسيطروا عليها كيفاش يحولوها والله وهذا الكلام سيبقى شاهد علي قبل أن يكون شهادة إليكم والله الجزائر إذا لم تمزق جغرافيتها وديمغرافيتها أكثر إن بقي هذا العسكر إن كنت ميت العنون وإن كنت على قيد الحياة لا تشاهدوني واعتبروني من الكذبين لأن هذه الثقافة أصلاً يزرع فيها العسكر في عقول الناس هراهي ثقافة تفجر الشارع ثقافة تفجأت تدمر العواصر الاجتماعية ثقافة العنف ثقافة الدم ثقافة الافتخار بالقبور وثقافة مش تشييد القصور نحن من الثنين وستين مستقلين ما نصنعوش قلم تجي تحكي لي على الدولة ما صنعناش حاجة شوف كوكب اليابان مدة زمنياً تاعه استقلاله وش دا المهم هذه هي البلد للأسف الشديد ونظام لحب يحتفل بالشهداء في فرنسا باش يسب المغرب أعتقد لا خير يرتج منه والقادم أسوأ واذكروا كلام جيد